هتلاقي الحبيب لحبيبه دلوقتي بيستنى ابنزل الابر كده وام وضى بالنعمة وام واخد سيدنا يا عبو بكر الصدق وام من الحده وام جاي يطالع يدري الله الله قالوا يا ملك يا علي السر يا ما اقولش عليك اشتركوا في القناة 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 و لسه تعطيله بزازة كبه 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 الراجل اللي تقنعوه من الغلتات و غربينه قبلها نجل الغريبتات و يبادي ما يغربينه نسلوه و نشروه عشان يورد على التحق و اتكو عليه بمنع المانع لبنا العلامة تلك و زا كرسة غرسين لي ما يهن لي نسلنا لذا نوقف على جود الكرام يبقى يجي لنا و لما تخلص الردى من التنكيه و لما تخلص الردى من التنكيه يبقى مع امر و عثمان علي و ببكر يبقى الصفار و يتبع و لك دفلي مالوش لك ما فوق ديوان لحد ما ساودنا ابو بكر دخلوه قبر النبي صلى الله عليه وسلم تلعالي ابن ابي التالي بيجري مالك يا علي السر ما قلش عليه قالوله السر ايه يا ابن عمي النبي قل لنا السر ايه قالهم اقولكم يا صحابه حق بالتحكير نمست يد النبي و هي بتاخد الصديق و اسمعت بيكلمه كلام الصدق في البرزق يا مؤنسي في الفرج يا مؤنسي في الضيق و الكل غنى و قال يا مؤنسي في الفرج يا مؤنسي في الفرج يا مؤنسي في الفرج يا مؤنسي في الفرج قال عالبي در علينا من سنيات الوباع و جب الشكر علينا ما دعا لي الله هداع لا يا مؤنسي في الفرج يا مؤنسي في الفرج يا ايها المالع سفينا بيت الامر المطل و التش cheesy بالفضل المبيني مرحبا يا حيراد صلى الله على محمد يا مولانا يا مبوح من يرجوك بيخين ترسلنا بالحبيب فهذاك بالحجاب يا حبيب يا حبيب